ندف تتاحه لجدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية والذي تستضيفه مملكة البحرين أكد معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملة أن الاجتماع يبحث قضايا ومواضيع بالغة الأهمية للقارة الآسيوية حاضرا ومستقبلا في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها العالم لأول مرة على أرض مملكة البحرين تعقد الجمعية البرلمانية الآسيوية اجتماعها للجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة شاركت ولأول مرة بهذا العدد 21 دولة وقربت المئة شخص من مختلف بلدان قارة آسيا بهدف بحث واستعراض وتقييم الفرص المناسبة لصياغة تشريعات جديدة تسد الثغرات التشريعية في مختلف القضايا الهامة في مجال النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية على أسس مستدامة والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الوطنية لدعم تدفق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرئيسة ما يميز هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع أنه يشارك فيه أكثر من 96 عضو من المجال التشريعية في الغارة الأسيوية ومن 21 دولة وهذه لأول مرة حسب ما خبرون الأمان الخاصة بالجمعية الأسيوية نتشارك 21 دولة من الغارة الأسيوية في اجتماع لجنة وهذا مكسب للبحرين طبعا هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من تفعيل وتعزيز العلاقة بين الدول الأسيوية وهذا يحسب لمملكة البحرين غالب قرارات هذه الجمعية تدعو البرلمانات في آسيا إلى تبني مشاريع قرارات أو مشاريع قوانين تخدم مصالح أو ما يتم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات على سبيل المثال اليوم اجتماعات اللجنة المعنية بالاقتصاد والشؤون التنمية المستدامة أحد القرارات التي ستناقش هي دعوة البرلمانات لسن تشريعات مساندة لعملية التنمية المستدامة في آسيا وهذا يعطي أعضاء المشاركين سواء من البحرين أو غيرهم يعطيهم خبرات كافية لتبادل الآراء وتبادل الخبرات مع البرلمانات المختلفة للوصول إلى صياغ تناسب جميع الدول هذا الاجتماع الهام جاء ليضع النقاط على الحروف بمشاركة أسيوية واسعة لضمان الشفافية والمساءلة في عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك إرساء الآليات المناسبة لمتابعة تطبيق جدول أهداف التنمية المستدامة الوطنية 2030 على المستوى الوطني وذلك من خلال حث البرلمانات الأسيوية على تأسيس مركز معلومات أسيوي وتوفير موارد ملائمة للميزانية وإقرار تشريعات ذات صلة لتدعم وتتابع التطبيق الناجح لأهداف التنمية المستدامة وهذا ما يكسب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكانة خاصة من خلال ما تلعبه البحرين من دور استراتيجي وهم في هذا المجال نحن في مجلس التعاون الخليجي لنا تواجد مع شقائنا في تكتل هذا سعيدين بمشاركة أخواننا في الجمعية العامة للاتحاد البرلمانات الأسيوية وأيضا لنا صوت ولنا رأي وبالتالي تواجدنا هنا في مملكة البحرين واستضافة لمملكة البحرين الشقيقة لهذه اللجنة لها دور فعال في تواجد الرأي الخليجي الموحد في هذه الجمعية اللجنة الأسيوية أكدت خلال يومها الأول في مملكة البحرين أن عملية وضع استراتيجيات نمو شاملة ومستحدثة بشكل أكبر تعتبر ضرورية لدعم نمو اقتصاد أكثر مرونة وتوازن واستدامة كوسيلة وحيدة لإيجاد الوظائف الملائمة والحد من عدم المساواة والعمل على إزالة جميع العقبات التي تحول دون التقدم الاجتماعي والاقتصادي الإقتصاد والتنمية المستدامة عنوانان حملاء العديد من القضايا الهامة التي تهم شعوب قارة أسيا على مختلف الأسعدة فهنا ستناقش العديد من القضايا الهامة منها محاربة الفقر والمناخ والتنمية الاقتصادية وغيرها من القضايا الهامة بهدف إيجاد تشريعات وقوانين جديدة تناسب هذه الشعوب وتتبنها البرلمانات العربية والدولية المشاركة في هذه الجمعية البرلمانية الأسيوية وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء يحيي العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرية